تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في مواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار اسبوعاً نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالة العمل الأمنية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار اسبوعاً نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2925 استوانات بوتاجاز وضبط 19 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 358 961 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 10 078 قضية السلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 971 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة كما تم ضبط 5 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقمح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 32 طن أقمح وكذلك ضبط 4252 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قربة 24 طن كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 5 طن سلع غذائية متنوعة وتم ضبط 2524 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 261 طن كما تم ضبط 111 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 107 طن سلع مدعمة متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 767366 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 306864 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3954 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 175 سائق منهم كما تم المرور على 63 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 227 من سائق حافلات المدارس تبين سلبيتهم جميعا كما تم فحص 227 مركبة وتبين مخالفة 16 منها كما تم رفع 339 سيارة و29 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 8678 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوثة كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1351 مخالفة للأجهزة الصوتية وضبط 1752 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3309 مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 3833 مخالفة ملسقات وضبط 42 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 524 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضية التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 95234 قضية ومخالفة لشروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 80 مليون و378 ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 273 قضية من بينها 147 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 136 قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 101 مليون و347 ألفا و706 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1516 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار و761 مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة مليونين و103 ألف و24 جنيها